السلام عليكم اصدقائي. اعزائي الاوفية. متابعي قناة خدوتيب. مرحبا لكم معنا فيديو جديد. كنتم لكم بخير وعلى خير. وبصحة جيدة. الاعلان الممول لفيديوهاتك على اليوتيوب. هل يفيد القناة? هل القنوات التي تحقق ربح? الى دارة الاعلان الممول لفيديو. واش غادي تربح منه? لم غاديش تربح? كذلك القنوات المبتدئة اللي ما زال ما محقق الشروط الى دارتي اعلان ممول شي فيديو. واش يمكن لا تحقق الشروط بهاد الاعلان الممول. يعني سوايع تجمع منه سوايع. وتجمع منه المشاركين. واش السوايع اللي غادي يجمع? واش غادر تحسب لي في ربعه الاف ساعة? يعني امور واسئلة بالزاف الناس كي طرحوها. يقولك انا باغي ندير اعلان ممول. باغي نشار القناة ديالي. باغي نطور القناة ديالي. باغي نشهر القناة ديالي. ولكن ما عارفش. واش هاد الفيديوهات اللي كانت القناة ديالي مفعالة غدا تحقق ربح. واش هاد الفيديوهات غدا تجمع لي السوايع. واش واش واش. واش اصدقاء انتو ما ديروا لايك للفيديو. والباقي خليوا علينا. هادي نشرح لكم جميع الامور اللي كتدور في الديهن ديالكم. وكملوا الفيديو الى النهاية. ولكتي اول مرة كتشاهد قناة خالي تشارك في القناة. ملما اصدقاء بالنسبة للإعلان الممول راه نزيان للقناة ديالك. ورا ندير الفيديو بطريقة صحيحة كيفاش تدير اعلان ممول. الفيديو ديالك بلا ما تضيع بزاف الفلوس. حملة اعلانية تقدر تديرها بخمسين درهم غيب مية درهم. سمانة وتستفذ منها. يعني حملة اعلانية ناجحة ويمكن لك تدير غيب عشرين درهم. يعني طريقة سهلة. راح نخليكم الرابط للفيديو في صندوق الوصل. مهم اصدقاء كما قلنا. الاعلان الممول لفيديو خاص بك يفيد القناة ديالك. ولكن بشروط. او لا بامور خاصة تكون في القناة ديالك. مشي شروط. شروط في الاعلان الممول ذاكرينها في الفيديو. اما باش انت تدير اعلان ممول خاصة تكون بعض الامور في القناة ديالك بستفد من الاعلان الممول. شنا هي? عاد فتحتنا القناة عندي فيها خمسة فيديوهات ولا اربعة الفيديوهات ما صالح ليش ندير اعلان ممول. علاش? لان انت اني غادي تدير اعلان ممول. اليوتيوب غادي يبدأ ينشر لك فيديوهات ثلاثة ما غاديش يشتركوا عندك او لا اشتركوا ما غاديش يتفكروا القناة ديالك. لهذا حاول لا بغي تدير اعلان ممول تكون القناة ديالك. يعني كما كنقولو فيها محتوى جيد. محتوى يتير المتابعين باش يتابنوا ويبقاهم تابعينك. ويكون فيها محتوى كبير. يعني عدد كبير من المحتوى. هدي من جهة. اي لا بغي تستفد من الاعلان الممول. بالنسبة للقنوات التي تحقيق ربح. الى دارك الاعلان الممول. واش غادي تربح من داك الفيديو. بالنسبة للربحة اصيقاء هدي لعتيكم واحد الامور واحد المقاربة بسيطة. بالنسبة انت مني كتجي تتفرش بشي فيديو. كي يطلع لك اعلان. هاداك الاعلان ديال من. ديال واحد سيد جال مرصات اليوتيوب دار اعلان باش ان المنتج دياله يبان كيبان على الفيديو ديالك. هنا هاداك السيد كيتخلص. كيخلص على داك الاعلان وانت كتخلص بيناء ذاك الاعلان اللي داز بالفيديو ديالك. بالنسبة للقنوات اللي كتدير اعلان للفيديوهات ديالها او الاعلان ترويجي. غالبيا. 90% ما كيبانش على الاعلان. يعني هنا بالنسبة للربح من الفيديو اللي درت له ترويج او لا اعلان ممول ما غاديش تربح منه في الفيديو العادي. ويقدر الربح يجيك صفر ويقدر يجيك الربح ما وصلش 10% مقارنة مع الفيديوهات العادية اللي كتنشر. هادا من جيهة. بالنسبة انا الى كانت القناة ديالي محق ربح يعني مفعلة شنو غادي نستفد من الاعلان الممول. غادي نستفد مشاهدات كثيرة لانا الاعلان الممول غادي يجيب لي مشاهدات كثيرة على الفيديو ديالي. وغادي يجيوني اشتراكات. ولكن الى درت اعلان ممول غير فيديو حبست ما غاديش نستفد من الحملة الاعلانية. لانا انت انف وتوقف حملة الاعلانية غادي يوقفوه المشاهدات ديال الفيديو. وهنا كنتيحو ف مشكي الاخر. عشنا هو? كنكن انا دير الفيديو ديالي باش نطلعو. نотыله انا الحملة الاعلانية في يوم الو كي يطلع وكي ما اكتلكم غالبيا الناس اللي كتشاهد الفيديوهات اللي كتكون اليوتيوب دينا لا اعلان ممول يعني اللي كتكون الفيديوهات اللي كتطلع بالاعلان ممول غالبيا الناس ما كتشاهداش واحد مدة طويلة او لا كتشاهد واحد مدة وكتخرج وبالتالي افو اتوقف الحملة الاعلانية كيوقف الفيديو كيموت نهائيا يعني بدل ما انا كنستافد الفيديو يبقى خدام عندي دايما كنضر الفيديو ديالي لهذا ما ندير الحملة الاعلانية لشي فيديو حتى نكون واتق بانه فيديو مميز وما يكونش طويل بزاف لان الناس الفيديوهات الطوالين ما كاتهربش كاتهرب منهم غالبين كاتهرب منهم يعني نهرب من الفيديوهات اللي عندي ما كاتجيب ليش يعني كما كنقولو ما قادش تحتافظ لنسبة كبيرة بالجمهور ومن دي الحملة اعلانية لشي فيديو حتى نلوحه في القناة ونخليه واحد لمدة اسبوع تلتي ايام اربع ايام نشوف النسبة ديال الاحتباط بالجمهور ديالي وش حال ونشوف نسبة لكليك ش حال عدل له حملة اعلانية لانه الى تصرعتي ودرتي الحملة الاعلانية من الاول يقدر ما ينجح لكش الفيديو هادي من جهة يعني كي بقلنا اصدقاء الفيديوهات او لا القنوات اللي كتحقق الربح ما كتستفدش من الربح كتستفد فقط من الاشتراكات ومن المشاهدات ولما استفدناش من الربح رغم ما كنستفدوش من الامور هذه ولكن كنروج للقناة ديالي خصوصا الى استهدفت واحد المنطقة او الاستهدفت واحد الجمهور الخاص الحاجة اللي كنستفد منها هما المشتركين بالنسبة للسؤال اللي طرح له في الاول واش الى روجت الفيديو ديالي يعني درت ترويج للفيديو ديالي واش السوايع اللي غادي يجمع واش غادر تحسب ليه في ربع الالف ساعة اهنا بزاف الناس كي طرحوا هاي السؤال لو كان الامر كي ما كتظنه يعني اي واحد بلا ما يبقى حمق راسو مع ربع الالف ساعة او لا يبشي يشري ربع الالف ساعة كي ما كيديرو بزاف الناس يدير اعلان ممول ويجمع له السوايع وها كاده تهنينا لهذا اصدقاء ما تتفكروش في هاد القادية راه السوايع ما كيتحسبوش ديال الفيديوهات الترويجية كتستفد فقط من الاشتراكات يعني الاعلان الممول فقط يحقق لك شرط الاشتراكات ما يحقق لك شرط الساعات هاد اسئلة اصدقاء الطرحات عليها في انستغرام وطرحوا لي اياه بعض التعليقات عليها لهذا حاولت ندير ليه فيديو باش نوضح لكم الامر باش اي لا بغيتي تدير اعلان ممول تكون عارف ماشي تدير اعلان ممول وتقول انا ندمت اللي ديرت داك الاعلان ممول وضيعت فلوسي وقول بوني لهذا من الول دايما كان صح اي واحد لتبغي تدير حملة اعلانية سواء في يوتيوب سواء فيسبوك ما تحقش راه غادي تحط فلوسك ما تكونش معجاز وتمشي مباشرة تبتدير الحملة الاعلانية لانك من بعد غادي تصيد وغادي تطيح في مشكلة وغادي تندم عليك ديرت داك الحملة الاعلانية نهائيا. مهم اصيقاء اه كانتمنى انا نكون ووضحنا لكم الفكرة ديال هاد الموضوع. وشكرا لمن انتبعنا على هذه الفيديو. شكرا لمن وضعنا لك الفيديو. والسلام عليكم. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.